أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفر ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان فصلى المغرب قبل أن يغيب الشطق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلااتكم بينما رأيتم فدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي حدثنا مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر بن ختالة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيت عن رافع بن خديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال الخطان حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصري حدثنا عوف محوة حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة للحر من فيح جهنم حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الزاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهرها الفيء بعد حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيب عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوطة حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله حدثنا حفظ بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبث المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبثونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبده حدثنا أبو يحيى الزعفراني حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتاذة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخهرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل حدثنا محمد بن المسنة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمها قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج حدثنا قتاله عن أنس بن مالك قال تؤيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها قال يصليها إذا ذكرها حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها حدثنا حرمنة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهو حدثنا يونث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليقل بها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقيم الصلاة لذكري قال وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصل لها إذا ذكرها وليوقتها من الغد قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتاة انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه شيئا حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرع وردي أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها حدثنا جميل بن حسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاي قالوا حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤثر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عام قالا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المندر قالوا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عقاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم ليعتمون بالإبل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلال عن المقبري عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زاد بن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر